تابعت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدائم انطلاق مشروع سينما الشعب الذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي تواكب مع أول أيام عيد الفطر المبارك في خمس محافظات وأضحت وزيرة الثقافة أن دور العرض التي تم تخصيصها لانطلاق مشروع سينما الشعب شهدت إقبالا جماهيريا ضخما من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية مؤكدة أن أسعار تذاكر العروض رمزية باعتبارها إحدى خطوات تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وحرصا على نشر التنوير ومجابهة الفكر المتطرف